موسيقى وهلا أسارت معي كارمن بسايفس أهلا سهلا شكرا 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 مع مجموعة فنانيين هالقدة بحبهم وهالقدة بقدرهم وبقدر فنهم ومهبتهم فمبسوطة كتير أني موجودة هون وهي أول مرة لأقلي بالسعودية شو رأيك طب بالأجواء بالأفندر كارفت في أول ما دخلتي الفانز الأضواء كتير كتير حلو الفانز يعني عن جد لو ما الفانز يعني نحن اليوم منكون هون الفاستيفل فاري اورجنايز كتير حلو كتير جلامرس كتير منظم معك بالترشيحات أسماء كتير كبيرة بس عرفت انك موجودة بينهم هيك لقتي خفتي بتحبي شو حسيتي ما بتحبي الخسارة ولا ما عندك مشكلة ما عندي مشكلة أبدا وأبدا ما فكرت هيك كنت كتير مبسوطة وفخورة أني مرشحة مع ممثلات هالقدة بحبهم وهالقدة بقدرهم يعني بالعكس هيدا لحاله بالنسبة لأيلي ربح ومن هون وطالع يعني كلنا ربحانين أكيد وهلأ بلش عروس بيروت 3 والجمهور طبعا كتير مبسوط ويعني الحيب للمسلسل كتير كبير هالمرة أوليلي شو رح تعملوا بتاعلى شمعون إذا فيك تخذين هيك مغي ما تحرقين لنا أحداث شو طوي للجمهور بدون ما أحداث فيه قول للجمهور أنه دايما رح يكون في ساسبانس رح يضار فيه مشاكل دايما بين سوريا والستليلة بس هيدا السنة لقا فيه شيء أعمى فيه علاقة حلوة كتير فيه صداقة حلوة كتير فيه أمومة بيناتون والمسلسل كله أحداثه كتير حلوة وإن شاء الله يكونوا الناس عم بيستمتعوا ببداية الجزء الثالي أكيد والناس بتحبك كتير أنت وظافر العابدين أكيد سيزن ورا سيزن أدي هاد الكامستري بينكم عم تصير أحلى أكيد أنه كتير بيساعد بس يكون فيه كامستري بين المثلين على الساعة ونحنا بهايند السيند عن جد كلنا كتير الأجواء حلوة بيناتنا وأعتقد هيدا الشي اللي خلى هيدا المسلسل ينجح وهل قد يكون قريب لقلوب الناس أكيد طبعا واليوم إحنا بالجوي أوردز أكيد وأنتي شو اللي الشي اللي بجبلك الفرحة من اسم جوي متى بتكوني مبسوطة متى بتكوني فرحانة بس يكون عند الإشار سيمبل بالحياة الجوي هو تكون مع الناس اللي بتحبيهم هو تكون مع أهلك مع عيلتك مع الناس القراب لقليك هيدا هو الجوي وتكون عم بتحقق شي للمجتمعك والناس اللي حواليك أكيد شو كان كتير لقليك وباستوف لقليك شكرا